نحول إلى العراق الآن حيث قالت مصادر أمنية أن القوات العراقية تسعى إلى تطويق المدينة القديمة في الموصل تمهيداً لاقتحامها وترد ما يسمى بالدولة الإسلامية منها وضفت المصادر ذاتها أن الجيش العراقي يتقدم ببطء في المنطقة بسبب الألغام التي زرعها التنظيم والعملية الانتحارية التي يقوم بها وقد سيطرت القوات العراقية على أحد جسور الموصل وتتقدم باتجاه الجامع الكبير غربي المدينة وفي هذه الأتناقل جمعية الهلال الأحمر العراقية أن نحو تسعة آلاف مدني نزحوا من غربي الموصل في الساعات الثماني والأربعين الماضية ووضح الجمعية أن العمليات أو عمليات الإجلاء جرت من مناطق الباب الجديد ورأس الخور إلى جانب الأحياء التي تمت استعادتها بسبب عدم توفر المواد الإغاثية والطبية ومياه الشرب ما فاقم من معاناة النازحين الذين اضطر بعضهم إلى البقاء في العراء نتيجة عدم توفر الخيام لإيوائهم